اهلا وسهلا بكم في خناة مستر محسن وبنكمل شرحنا لمنهجنا في اللغة الانجليزية للتانية سنوي ومعانا النهاردة الجزء الاول في الوحدة الوحدة السادسة تحت اسمه يعني هذا مدهش وزي ما تعودنا بنتعرف في الاول وبنستعرض على الاشياء اللي احنا هننقشها في الفيديو عندنا خطة العمل بتاعتنا الجزء الاول هنعرف الاول تقسيم الوحدة ايه كلمات الوحدة ملخص الوحدة في جمل وبننتهي بالتدريبات الوحدة السادسة اسمها بننقسم الى جزئين الجزء الاول هننقش فيه الكلمات والوحدة في جمل والجزء التاني القواعد وقواعدنا في الجزء التاني ان شاء الله هننقش فيها مقارنة الصفات وتفوق الصفات ونتعرف عليها بالتفصيل ان شاء الله اولا كلمات الوحدة هنقرأ كلمات الوحدة اول قويز لاين يعني نهاية المسابقة افريست يعني قمة جبل افريست هو اعلى جبل في العالم ديب عميق اوشن محيط ابر يعني فوق سي ليفل يعني مستوى سطح البحر سومت يعني قمة بيز يعني قاع او قاعدة كلايمبر يعني متسلق سيلندر استوانة ريسايكل يعني يعيد تدوير المخلفات او يعيد تصنيحها absolutely حتما definitely بالتأكيد phone app يتصل تلفونيا trench يعني خندق او حفرة عميقة below يعني اسفل distinguish يعني يميز finally اخيرا nearly تقريبا fulfill يعني يحقق unique يعني فريد من نوع amazing مدهش how far كامل بعد popular يعني محبوب او شعبي unpopular غير محبوب او غير شعبي popularity يعني شعبية formal رسمي effort مجهود informal غير رسمي sponsor تفيل او راعي japan اليابان switzerland switzerland concrete يعني يغزو lifelong يعني طوال العمر او مدى الحياة mountainer يعني متسلق الجبل reasons اسباب slightly بدرجة طفيفة toddler يعني طفل يحبو او منذ نعومة اصفاره common يعني شائع professional محترف amateur يعني اوي ambition يعني الطموح ambitious يعني طموح flag يعني علم او راية hobbies هويات fear يعني الخوف او ممكن نستخدمها كفعل يعني خاف lose life يفقد حياته simple بسيط challenge يعني تحدي tight يعني ضيق او محكم inspire يعني يلهم او يوحي الى nervous يعني متوتر either يعني ايضا احنا نستخدمها في النفي equipment يعني معدات no room for لا مكان لي explorer يعني مستكشف motivate يعني حت او يحفز motivation يعني دافع او حافز national يعني قومي او وطني pride يعني الكبرياء average معدل او متوسط diver يعني غواص او غطاس replace يعني احل محل fiction خيال obstacles يعني عقبات incredible غير معقول cosmetics يعني ادوات تجميل minorities اقليات ostrich نعمة fool dig condor نسر امريكي heuming يعني ترنيم ceremony مراسم ceremonial يعني تشريفة او متعلقة بالمناصر select او elect يعني ينتخب hereditary يعني وراثي politician يعني سياسي democracy ديمقراطية prime minister رئيس وزراء state ولاية او دولة exposure to تعرض لي fall to his death يسقط ميتا add the summit of يعني على قمة go away يرحل go up يرتفع familiar with على دراية be lifelong ambition يعني طموح مد الحياة sporting event حدث رياضي fall of the mountain of a mountain يعني يسقط من على قمة الجبل او من على جبل excited about يشعر بالاثارة او التحمس بشأن nervous of متوتر من worried about قلق بشأن go down يعبط او ينزل endanger of في خطر raise money يعني يجمع تبرعات there is no room يعني لا مكان لي بننتقل الى الجزء الخاص بملخص الوحدة في كومل وهنقول that's amazing في عندنا كانت quiz يعني مسابقة في مجلة تمام المسابقة دي كان بتقول the magazine quiz called the highest الاعلى the deepest الاعمق and the oldest الاقدم it's about the natural word عن الحياة الطبيعية او عن الطبيعة التلات اسئلة كانوا السؤال الاول what's the deepest part of all the oceans ما هو اعمق جزء في المحيطات what is the highest mountain in the world ما هو اعلى قمة قبل في العالم ما هو اعلى قبل في العالم where is the oldest tree in the world اين اقدم شكرة في العالم and how old is it وكم يبلغ عمرها اول سؤال كان what's the deepest part of the old oceans ما هو اعمق جزء في المحيطات that it is a part of mariana trench in the pacific هو جزء من خندق ماريانا في المحيط الهادي it's over 11 kilometers deep يقبلغ عمقه اكثر من 11 كيلو متر ودي صورة تفصيلية لمكان ماريانا trench وصورة توضحية من اسفل المحيط ما هو اعلى قبل في العالم وكم ارتفاعه من اول مصري استطاع الوصول لقمة هذا القبل اعلى قبل في العالم هو افريست 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 8000 8000 850 850 850 متر above sea level يرتفع عن سطح البحر 8000 850 متر يعني حوالي اكثر من 8 كيلو افريست the Egyptian climber who reached the swan of the everest in 2007 كان اسمه عمر سمра كان اسمه عمر سمرا 9 how old is that اين تقع اقدم شجرة في العالم وكم يبلغ عمرها أقدم شجرة في العالم عمرها عشرة ألاف سنة ودي صورة أقدم شجرة في العالم اللي موجودة في السويد عمرها حوالي عشرة ألاف سنة عمرها حوالي عشرة ألاف سنة ليه متسلقين الجبل بعملوا كده هنعرف سؤال اللي بيترحوا الناس على متسلق الجبل ليه انتوا بتعملوا كده the most common answer اكتر إجابة ممكن نحصر عليها is because they are there لأنهما كده but this does not tell us the real reason لكندما بيخبرناش بالأسباب الحقيقية وراء why people choose this exciting but dangerous hobby ليه اختاروا النوع ده من الرياضات المثيرة والخطرة professional mountainers climbed for money المتسلقين الجبال المحترفين بيتسلقوا عشان كسب المال but for many others لكن ده للنس تانيين climbing a great mountain تسلق الجبال العالية is lifelong ambitions طموح ماذا حياتهم يعني ماذا حياتهم عندهم طموح انهم يتسلقوا الجبال for example على سبيل المثال عمر سامرة عمر سامرة ده المصري اللي تسلق الجبال who reached the summit of mountain Everest in 2007 اللي وصل له في سنة 2007 say that بيقولي عمر سامرة يلا نسمعو he had wanted to climb mountains since he was a toddler منذ نعمة أظفاره لما كان صغير جدا وبيحبي كان عنده رغبة في تسلق الجبال he even had photos of mountain Everest in his bedroom walls في حوائط الغرفة بتاعته يحتفظ بصور اللي قمة لجبل Everest but عمر does not just climb for himself يعني ما بتسلق الجبل لنفسه ولكن he always دايما لما يروح أي جبل he always takes an Egyptian flag علم مصري معاه with him and leaves it on the mountains وبيسيبهم فوق الجبل عشان يعمل يعني اسم علم مصر أو اسم مصري كم موجود دايما هنا ودي صورة المتسلق المصري عمر سامرة ووصوله لفوق وقمة جبل Everest زي ما احنا عارفين لانها في مكان عالي بلا شك انها بتتكون فوقها التلوك بعض المتسلقين القبل بيقولوا انه هوايتهم زي اي هواية تاني بس الناس ما بتتفهمش الوضع دا لانه هي هواية خاطرة سنة 1922 منذ سنة 1922 mountain Everest has been climbed by more than 4000 people او اكتر من اربعة تلاف شخص تسلقوا قبل قبل Everest اكتر من متين شخص منهم فقدوا حياتهم سقوطا من الجبل اكتر من المتسلق القبل بيقولوا ان الاجابة سهلة المونتينرز اللي هوا متسلقي كبير بيقولوا ان الاجابة سهلة they think that most people wanted to concrete something during their life بيقولوا ان غالبات الناس والكثير من البشر عوزين حقق وانجاز مهمة في حياتهم a dangerous mountain is a challenge when someone has climbed it they have reached their goal and they feel fantastic بيقولوا ان ان تسلق الجبل الخطر او الذو خطر عالي دا بالنسبة لهم بيبقى تحدي كبير بس في مجرد ان هم تسلقوه فبالنسبة لهم او هدفهم ويشعروا بالسعاد زا طالة italian mountain italian climber reinhold misner متسلقي قبل الاطالي reinhold misner who was the first mountainers in the world to climb the 14 mountains which are over than 8000 8000 meters high هو اول واحد في العالم تسلق اكتر من 14 جبل والاربعتشر جبل دون مجموع ارتفاعاتهم تزيد عن 8000 متر ودي صورة ليه المتسلق الايطالي reinhold misner what is even more amazing is that he was the first man to reach the summit of mount evres without use oxygen bottles ايه اكثر اثارة او اكثر روع عليك شخص ان هو كان الاول اللي هو تسلق قمة جبل mount evres بدون استخدام اكسوجين لو كده انت هنا من الجزء الخاص من الكلمات في الجمل الوحدة في جمل وبنتجه للتدريب وعندنا في التدريب في عندنا choose وسؤال find mistakes عندنا choose 14 نقطة هنحللكم سبع نقطة وانت بتحضل الباقي عشان تتذكروا او ازاي تتعرفوا استخدام الكلمة لو عندكم ايه سؤال او استفسار متترددوش في رسال مقناة مستر محسن هنبدأ الاول في السبع الاولين اللي نحللكم number one when his tent got lost he was in a tight in a tight corner تعبير اسمه a tight corner يعني في موقف صعب number two Mandy's phone call came out of the Mandy's phone call came out of the blue تعبير came out of the blue يعني جاء بشيء غير متوقع بالنسبة لها تعبير اسمه came out of the blue خليكم فاكرينه number three the car just missed the child but it was a close cool it was a close cool number four there are fourteen mountains which are more than eight thousand meters above sea level number five the side of the swimming pool is too deep to stand up in deep يعني عميق بقدر اكبر من ان انا اعب علي number six i couldn't believe how beautiful the island was it was absolutely amazing amazing هنا يعني جميلة بشيء كبير اوي يعني الجزيرة ده جميلة بشيء يخليها amazing mode number seven the summit the summit of this mountain يعني قمة الجبل ده is covered by snow for most of the year طوال فترة السنة هارالكم البائي عندي number one i don't remember what it was like being a toddler trembler shaker farrier it was so long ago number nine some managers mountainers merchants merchants mountaineering climbed mountains without using oxygen number ten my brother has had a lifeboat lifelike lifelong lifestyle wish to be a doctor number eleven climbing climbing would be a real challenge storage shortage charge message for me i don't like heights number twelve omar samra had dreamed at from with of climbing mountains since he was a toddler number thirteen magda was the only student get got to get getting top marks in english number fourteen anyone would feel nervous at by with of having an operation ننتقل للجزء الثاني بتاع find the mistakes عشان نجد الخطأ ونصححوا انا حلت لكم ستة من الاثنشر والباقي الاثنشر بتحلهم لوحدكم عشان تختبروا مدى فهمكم للدس عندي number one rick was starting to annoy her rick يضايقها but she keeps her عند طبعا خطأ ونستخدم nervous keeps her nervous يعني احتفظت بعصابة ما تنرفزتش علي number two i have never seen this amazingly animal before بلا شك amazingly خطأ فمنستخدم amazing وهي الصفة number three i wish i can live abroad وش تعني التمني يعني التمني معنى معنى صعوبة تحقيق الهدف فعشان كده بنستخدم كد بدل كان number four there is no rooms for mistake when you go climbing rooms خطأ هي روم فقط number five hearing that you won the first prize did my day yeah pleased my day did خطأ pleased my day يعني أسعد يومي number six his travels came out of the flu he never said a word about it where came out with a flu يعني سبب له صدمة غير متوقعة نرى البيئة عشان تحقيق لهم number seven how far is mountain Everest above sea level number eight how high is this well number nine the summer of mountains are always covered in snow number ten the where 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 is the deepest part in all oceans where is the deepest part of all oceans number eleven this view is absolutely amazed number twelve he is an amateur he plays for money he plays for money وبكده انتهينا من الجزء الاول الخاص بالوحدة السادسة تذكر دايما نجاحك بيكون بايدك التزام عزيمة ارادة تنظيم اصرار ثقة بالنفس والتعليم دايما متعة مش ضغط عصبي اتمنى تكون استمتعتم بالفيديو والفيديوهات اللي فاتت ولو عندكم اي سفسار او اسئلة متترددوش فيرسال قناة مستر محسن واشوفكم على الفيديوهات جاية ان شاء الله شكرا لكم اشتركوا في القناة